اشهدت لجنة المتابعة العليا برفض الشيخ الاسير صياح الطوري للشروط التي فرضتها عليه سلطات الاحتلال والشرطة الاسرائيلية مقابل اطلاق سراحه بعد انقضاء ثلثي مدة الحكم والتي تقضي بمنعه من العودة الى قريته ومسقط رأسه قرية العراقيب وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركي ان الشيخ الطوري يسجل نموذجا في صموده على ارض قريته التي دمرتها قوات الاحتلال للمرة الرابعة والاربعين بعد المئة مؤخرا وكان من المفترض ان يطلق صراح الشيخ الطوري الا انه فوجئ بقرار يقضي بفرض الاقامة الجبرية عليه في مدينة رهط ومنعه من دخول قرية العراقيب حتى انتهاء فترة المحكمية الاصلية ما دفعه لرفض الافراج المبكر